بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان شرح كتاب أحاديث الفتن والحوادث للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله الدنس الضابع بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلومه وعلومكم في الدارين ورضي الله عنكم قال وللترمذي عن ابن أخي عبد الله بن سلام قال لما أريد عثمان جاءه عبد الله بن سلام فقال له عثمان رضي الله عنه ما جاء بك قال جئت في نصرتك قال خرج إلى الناس نعم قال خرج إلى الناس فاطردهم عني فإنك خارج خير لي من جاخل قال فخرج عبد الله بن سلام إلى الناس فقال أيها الناس إنه كان اسمي في الجاهلية فلان فسماني رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله ونزلت فيها آيات من كتاب الله ونزل فيها وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فآمن واستكبرتم ونزل فيها قل كفى بالله شهيد بيني وبينكم قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب إن لله سيفا مغمودا عنكم وإن الملائكة قد جاورتكم في بلدكم هذا الذي نزل فيه نبيكم فالله الله في هذا الرجل أن تقتلوه فوالله إن قتلتموه لتطردن جيرانكم الملائكة ولتسلن سيف الله المغمود عنكم فلا يغمج إلى يوم القيامة فقالوا اقتلوا اليهودي واقتلوا عثمان قال الترمذي حسن غريب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين من أعظم الفتن من أعظم الفتن وأول الفتن التي حدثت في الإسلام مقتل عثمان رضي الله عنه عثمان بن عفان خليفة الراشد من السابقين الأولين إلى الإسلام هاجر الهجرتين إلى الحبشة وإلى المدينة ولازم رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاهد معه شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة فهو من العشرة المشهود لهم بالجنة وثالث الخلفاء الراشدين قائم بكتاب الله عز وجل يتلوه ويتهجد به معظم الليل أو كل الليل هو الذي وحد كتابة المصحف الرسم العثماني حتى لا يختلف الناس في القرآن وصار مصحفه والمعتمد عند المسلمين توحدت القراءة على الرسم العثماني في هذا المصحف وهذا من أعظم فضائله رضي الله عنه زوجه النبي صلى الله عليه وسلم من ابنتيه رقية توفيت عنده وأم كلثوم توفيت عنده أيضا فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو كان لي ابنة ثالثة لزوجتك إياه تولى الخلافة الخلافة بعد عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه بإجماع الصحابة لما عهد عمر رضي الله عنه إلى الستة أصحاب الشورى اختاروه من بينهم اختاروه من بينهم لأنه أفضل الصحابة بعد عمر فهو ثالث ثالث الخلافة ثالث الخلافة الخلافة وثالثهم في الفضل أختاروه رضي الله عنه سار بالمسلمين سيرة خلافة حسنة محمد الله بن سبا أظهر الإسلام يسمى بن السوداء لأن أمه حبشية وهو من يهود اليمن أظهر الإسلام من أجل الخديعة والعياب بالله وجاء إلى المدينة على أنه مسلم وهو له مقصد خبيث فجعل يسب عثمان في المجالس يذكر مثالبه ويزعم له النقايص ويحرِّض على الخروج عليه حتى استجاب له أوباش من الناس بعض الشباب ثم طرد من المدينة ذهب إلى مصر فوجد في مصر طائفة مشهورة بالشغب وجد في مصر طائفة مشهورة بالشغب فجاء وحرَّضهم استجابوا له وكون عصابة خبيثة اقتنعت بفكرته الطعن على عثمان رضي الله عنه وَلَمَّا كَانَ فِي مَوْسِمِ الْحَجْ خَرَجَ الْمُسِيمُونَ حَجَّ أَغْلَبُهُمْ انتهزوا الفرصة فجاءوا بصفة جاءوا بصفة أنهم وفد أنهم وفد جاءوا إلى الخليفة ليراجعوه في بعض الأمور فقوقوا بيته رضي الله عنه ومنعوه من الخروج إلى الصلاة بالمسلمين ألا أنهم سيتفاوضون معه ما جاءوا على أنهم سائرون لكن جاءوا ليتفاوضوا معه هذا ما يظهرونه وهم يبطنون الغدر فلما كان من الليل ورقد الناس تسوروا عليه البيت فقتلوه في آخر الليل رضي الله عنه وهو يتلو القرآن لأن من عادته أنه يقوم الليل فقتلوه وهو يتلو كتاب الله عز وجل وبذلك انفتح باب الفتنة على المسلمين فتح باب القتل انفتح باب الخلاف وهذا ما يريده اليهود من الإسلام يزعمون أنهم سيقضون على الإسلام يزعمون أنهم يقضون على الإسلام بذلك وذكر الله عنهم من قبل أنهم أنهم يحاولون الكيد للإسلام وقال الطائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون أسلموا ثم ارتدوا في يوم واحد لأن الناس إذا رأوكم دخلتم في الإسلام ثم خرجتم منه اقتنعوا من أن الإسلام لا يصلح لأنكم أهل الكتاب تعرفون لما جربتم الإسلام وجدتموه لا يصلح فخرجتم عليه فالناس يقتدون بكم لعلهم يرجعون عن دينهم هذا من ضمن مكرهم وخديعتهم نحو المسلمين ولكن الإسلام ثابت لأن الله حفظه وإن كان يجري على المسلمين ما يجري من المحن والفتن لكن الإسلام في حد لا يجري من المحفوظ ولله الحمد وثابت إلى أن تقوم الساعة لا أحد يغيره أبدا وإن حاول من يحاول فإن الإسلام ثابت في أصوله الكتاب والسنة ومع عليه سله الأمة لا يمكن أن تغير وصوله قواعده هذا ملخص ما جرى في أمر عثمان رضي الله تعالى عنه في أثناء تجمعهم حول بيته رضي الله عنه جاء عبد الله بن سلام عبد الله بن سلام كان من أحبار اليهود كان من أحبار اليهود المعظمين فيهم الموثوقين فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة ذهب إليه ونظر في وجهه واستمع إلى ما يقول فعرف أنه هو النبي الذي وعد الله به في التوراة والإنجيل أقول لما رأيت وجهه عرفت أن وجهه ليس بوجه الكذاب سمع قوله أيها الناس أيها الناس قوموا بالليل والناس نيام سلوا الأرحام وأطعموا الطعام وقوموا بالليل والناس نيام تدخل الجنة بسلام لما سمع هذا أول ما سمع من الرسول صلى الله عليه وسلم فعرف أنه نبي وأنه الموعود به توراة والإنجيل فأسلم حسن إسلامه وصار من أفضل علماء المسلمين وشهد له الرسول صلى الله عليه وسلم هذا عبد الله بن سلام ولما جاء اليهود إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وسمعوا منه وأنكروا رسالته وقالوا ليس هذا هو النبي الذي وعدنا الله به من باب العناد والحسد بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فمنعهم الحسد والبغي من اتباع الرسول وهم يعرفون أنه رسول الله الذين أنتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم يعرفونه بما عندهم من أوصافه ولما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا هو بالأوصاف المذكورة بالتوراة فأنكروه وهم يعرفونه وقالوا ليس هذا هو الموصوف لنا قيل لهم ما تقولون في عبد الله بن سلام قالوا هذا عالمنا وإمامنا وأثنوا عليه فالنبي صلى الله عليه وسلم استنطقى عبد الله بن سلام قال أشهد أنك رسول الله حق وأنك المذكور في التوراة والإنجيل فعند ذلك سبوه سبوا عبد الله بن سلام وكذبوه بعدما مدحوه وأثنوا عليه واعتره واعتره بفضله هذا معنى قوله قل رأيت من كان من عند الله وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فآمن واستكبرتم هذا هو عبد الله بن سلام رضي الله تعالى عنه والآية الثانية قل كفى بالله قل كفى بالله ويقول الذين كفروا لست مرسلا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب كفى بالله شهيدا لو كنت كاذبا هل الله يقرني ويمهلني ويصدقني لو كنت كاذبا فإن الله يأخذه على عجل ولا يتركه كما أخذ الكذابين فكون الله جل وعلا يقره وينصره ويؤيده والله يطلع عليه على ما يقول شهيد هذا دليل على أنه رسول الله لأن الله لا يترك الكذابين الذين يدعون النبوة وين هم الكذابون وين ادعى النبوة كثير أين هم الآن ما فيه قطع الله دابرة مسيلما والأسود العنس ومن جاء بعدهم ما صار لهم أتباع ولا صار لهم قطع الله دابرة ولا يمهلهم الله عز وجل أما هذا الرسول فإن الله أمده وأعانه وجعل له أنصارا وأتباعا وأنزل الكتاب الذي يصدقه هذه شهادة الله عز وجل له بالنبوة شهادة الله له بالرسالة إقراره له وهو يقول أني رسول الله لو كان كاذبا ما تركه الله عز وجل يكذب عليه كفى بالله شهيدا بيني وبينكم هذا الثانية شهادت من عنده علم الكتاب علماء اليهود يعرفون أنه رسول الله علماءهم يعرفون أنه رسول الله أما عوامهم فلا عبرة بهم لكن علماءهم يشهدون أنه رسول الله يعرفونه كما يعرفون أبناه لكن منهم من من الله عليه بالهداية فأسلم مثل عبد الله بن سلام ومنهم من عاند وكابر مع علمه أنه رسول الله من عنده علم الكتاب يعني عبد الله بن سلام من علماء اليهود ومع هذا شهد أنه رسول الله وآمن به واتبعه واتبعه هذا معنى الآية والله أعلم جاء عبد الله بن سلام إلى هؤلاء العصابة المجرمة الخوارج دخل على عثمان رضي الله عنه وهو محاصر فقال له عثمان ما جاء بك ما هو هذا وقت ما جاء بك في هذا الوقت وفي هذه الحالة قال جئت لأنصرك جئت لأنصرك فهذا من فضائله رضي الله عنه قال له أخرج عليهم أخرج على هذه العصابة فأقنعها بأن تتراجع عن جريمتها فخرج إليهم وكلمهم فجاد شره وقال اقتلوا اليهودي صلى الله العالم سمه يهودي هذا دليل على جرمهم وعلى خروجهم على دين الله أنهم يكفرون يكفرون أفضل الصحابة عبد الله بن سلام من أفضل الصحابة ومع هذا كفروا وقالوا يهودي واقتلوا عثمان الخليفة الراشد هذا كله بسبب خروج على ولي أمر المسلمين وأن الخوارج دخلت في رؤوسهم الفكرة الخبيثة تأصلت هذا فيه التحذير من جلساء السوء ومن الاستماع لمقالات السوء فيه التحذير من دعاة الفتنة فهم ما نفع فيهم الحجج والبينات وأصروا على جريمتهم وقتلوا اليهود واقتلوا عثمان فهذا ما حصل منهم نعم إن لله سيفا مغمودا عنكم يقول عبد الله بن سلام سيف الفتنة مغمود الآن بالإسلام فلا تسلوه على المسلمين إن سللتم سيف الفتنة إنه لن يرفع وهذا كلام الرسول صلى الله عليه وسلم وإذا وقع فيهم السيف لن يرفع إذا بدأ القتل بين المسلمين استمر كل من طفى في ناحية اشتغل في ناحية الثانية فباب الفتنة إذا فتح صعب سده فوحذرهم من إشعال الفتنة لكن لما تعصل الشر في رؤوسهم والفكر الخبيث انظروا الفكر الخبيث دعاة الضلال كيف يأثرون على بعض الناس ما يقبلون النصيحة ولا يقبلون من العلماء ما يقبلون ولا ولا يعتقدون ان الناس على صواب انما هم الذين على الصواب فقط ومن خالفهم فهو كافر هذه صفة الخوارج والعياب بالله انهم يكفرون المسلمين ويعتقدون انهم هم المسلمون وحدهم بسبب الفكر الخبيث والدعايات الضالة ودعاة السوء جلساء السوء هذا فيه اكبر عبرة وموعظة لشبابنا اليوم هداهم الله ووفقهم ان يتعلموا العلم النافع ويتعلموا العقيدة الصحيحة ويسيروا عليها تمسكوا بها وان لا يصغوا الى الافكار المنحرفة والدعايات الضالة وما اكثرها اليوم تروج اليوم بواسطة وسائل الاعلام بواسطة دعاة الضلال بواسطة المجالس المنقطعة عن المسلمين بواسطة العزال عن المسلمين الابتعاد عن المساجد عن صلاة الجماعة لانهم كفرون المسلمين ولا يصلون معهم لا جمعة ولا جماعة انعزلون والعياذ بالله هذه سمة الخوارج نعم وان الملائكة قد جاورتكم في بلدكم هذا بلد المدينة دار الهجرة جاورتهم الملائكة فاذا حصلت الفتنة فالملائكة ترحل من عندهم ويأتي الشياطين نعم الذي نزل فيه نبيكم فالله الله فيه هذا البلد هذا البلد نزل فيه نبيكم ففيه فضل هذا البلد بسبب نزول النبي صلى الله عليه وسلم فيه وسكنه 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 فيه فأنتم في خير بلد وفي خير جوار ومع خير صحبة من المسلمين فكيف تتنكرون تزعمون أنكم على حق وأن هذا هو الدين فالله الله في هذا الرجل أن تقتلوه يعني عثمان رضي الله أن تقتلوه يعني لا تقتلوه في تقدير حرف لا أن لا تقتلوه نعم فوالله إن قتلتموه لتطردن جيرانكم الملائكة ولتسلن سيف الله المغمود عنكم إذا قتلتموه فترحل الملائكة وتأتي الشياطين تصاحبكم وأعظم من ذلك أنه ينفتح باب الفتنة بين المسلمين هذا دليل على أنه يجب طاعة ولي العمر والصبر معه وعدم التماس عيوبه وعدم الخروج عليه لأجل بقاء الإسلام وبقاء الجماعة المسلمين يسد باب الفتنة نعم فلا يغمد إلى يوم القيامة إذا إن فتح باب الفتنة صعب سده كان مغلقا في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم وعهد أبي بكر وفي عهد عمر وفي عهد عمر كان باب الفتنة مغلقا كما يأتي فإذا فتح فإنه لا ينسد فقالوا اقتلوا اليهودية واقتلوا عثمان ما نفع فيهم ما نفع فيهم الوعظ والتذكير وإقامة الحجج عليهم ما نفع فيهم نعم قال رحمه الله تعالى ولهما أن عمر قال أيكم يحفظ حديث رسول الله صلى الله عليه وآله في الفتنة قال حذيفة فقلت أنا فقال إنك لجري قال كيف قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول صلى الله عليه وسلم يكفي نعم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فتنة الرجل في أهله وولده وجاره تكفره الصلاة والصيام والصدقة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فقال عمر ليس هذا أريد إنما أريد التي تموجك موج البحر قال ما لك ولها يا أمير المؤمنين قال إن بينك وبينها بابا مغلقا قال أفتح أفتح الباب أم يكسر قال بل يكسر قال ذاك أجدر ألا يغلق فقلت لحذيفة أكان عمر يعلم من الباب قال كما يعلم أن دون غد الليلة إني حدثته حديثا ليس بالأغاليق قال فهبنا أن نسأله من الباب فقلنا لمسروق سل فسأله فقال عمر نعم هذا حذيفة بن اليمان رضي الله عنه سبق الكلام عنه وأنه متخصص في معرفة الفتن التي ستحدث لأنه تلقى ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو أخص الناس بمعرفة هذا الباب سأله عمر رضي الله عنه عن الفتن لأجل تجنبها والابتعاد عنها والتحذير منها الإنسان يسأل عن الشر لا لأجل الشر وإنما لأجل اجتنابه كما قال رضي الله عنه كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني يجيب على المسلم يحذر ويخاف من الفتن ويسأل أهل العلم هذا عمر بن الخطاب يسأل حذيفة هذا فيه سؤال العلم عن الفتن لكر الفتن التي تكفرها الأعمال الصالحة الفتن ما هي على حد سواء بعضها أخف من بعض بعضها تكفره الأعمال الصالحة والصلاة والصيام وفتنة الرجل في أهله فتنة الرجل في ماله هذه تكفرها الأعمال الصالحة فقال عمر لست عن هذا أسألك نعم 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 قال قال عمر ليس هذا أريد إنما أريد التي تموج كموج البحر نعم قال ما لك ولها هذا الذي يسأل عنه عمر الفتنة العظمى التي تموج كموج البحر تتعاظم والعياذ بالله تزيد حتى تغطي الحق الخطيرة هذا الذي يسأل عنه عمر من أجل الحذر منه وأخذ الحيطة نعم قال ما لك ولها يا أمير المؤمنين يعني التي تموج كموج البحر ما لك ولها لأن الله سبحانه حماك منها نعم إن بينك وبينها بابا مغلقا إن بينك وبينها بابا مغلقا وذلك بخلافة عمر وعدله وحزمه رضي الله عنه وأنه محدث بمعنى أنه يلهم وملهم رضي الله عنه فهو لا يخاف عليه من هذه الفتنة في دينه لكن قد تقع عليه في نفسه لكن لا يخاف عليه منها في دينه نعم قال يفتح الباب أم يكسر قال بل يكسر نعم هل فهم عمر فهم أنه هو الباب أن عمر هو الباب سأله عن هذا الباب هل يفتح بسهولة أو يكسر هذا كناية عنه هل يقتل عمر رضي الله عنه هذا سر بين حذيفة وبين عمر يفتح هذا الباب أو يكسر يعني يقتل هذا الرجل الذي جعله الله بابا سادا عن الفتنة أو أنه الباب يفتح بدون قتل فقال بل يكسر هذا فيه شاره إلى قتل عمر رضي الله عنه قد حصل نعم قال ذاك أجدر ألا يغلق ذاك أجدر أي أقرب أن لا يغلق لأن باب الفتنة إذا فتح فإنه لا يغلق صعب إغلاقه ففيه التحذير من فتح باب الفتنة لأنه لا يمكن إغلاقه بعد ذلك نعم لكن ما دام مغلق أمر سهل نعم وقلت لحذيفة أكان عمر يعلم من الباب قال كما يعلم أن دون غد الليلة يعني عمر يعلم ما المراد بالباب هذا سر بينه بين حذيفة يعلم أنه هو الباب وأن كسره قتل عمر رضي الله عنه نعم إني حدفته حديثا ليس بالأغاليط نعم قال فهبنا أن نسأله من الباب فقلنا لمسروق سلهم هابوا أن يسألوا حذيفة من الباب لأنها لموحش فأمروا مسروقا من التابعين أن يسأل حذيفة عن هذا الباب ما هو نعم قال رحمه الله تعالى نعم فأمرنا فقال فهبنا أن نسأله من الباب فقلنا لمسروق سله فسأله فقال عمر الباب عمر وكسره وقتله رضي الله عنه قد حصل قد حصل ما تخوفه نعم قتله أبو لؤلو المجوسي الحمد لله أن قتله لم يكن بيد مسلم وإنما كان بيد مجوسي لكن قتل عثمان كان بيد مسلمين مع الأسف خوارج من المسلمين نعم قال رحمه الله تعالى ولي أبي داود عن نصر بن عاصم الليثي قال أتينا اليشكورية في رهط من بني ليث فقال من القوم فقلنا بن ليث أتيناك نسألك عن حديث حذيفة فقال أقبلنا مع أبي موسى قافلين وغلت الدواب بالكوفة قال فسألت أبا موسى أنا وصاحب لي فأذن لنا فقدمنا الكوفة فقلت لصاحبي إني داخل المسجد إذا قامت السوق فخرجت إليك أبو موسى الأشعري رضي الله عنه هو أمير الكوفة هو أمير الكوفة استأذنه هذا الوفد أن يقدموا على الكوفة فأذن لهم نعم قال فدخلت المسجد فإذا فيه حلقة كأنما قطعت رؤوسهم يستمعون لحديث رجل قال فقمت عن عليهم فجاء رجل فقام إلى جنبي فقال فقام إلى جنبي قال فقلت ما هذا قال أبصري أنت قلت نعم قال قد عرفت ولو كنت كوفيا لم يسأل عن هذا فدنوت منه فسأل هل أنت من أهل البلد وتجهل هذا الرجل الذي يتحدث قال لا أنا من البصرة البصرة مدينة أخرى من مدن العراق أشهر مدينتين في العراق الكوفة والبصرة نعم قال فسمعت حذيفة يقول كان الناس يسألون صار هذا الرجل منهو هذا الرجل الذي يتحدث منهو حذيفة حذيفة ابن اليمن نعم كان كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر وعرضه هذا دليل على أن الإنسان ما يكتصر على تعلم الخير بل يتعلم الشر أيضا يعرف الشر من أين يأتي وما أسبابه وما أنواعه ومن الذي يقوم به من أجل أن يحذر منه ويحذر الناس نعم وعرفت أن الخير يسبقني قال قلت يا رسول الله أبعد هذا الخير شر فقال يا حذيفة تعلم كتاب الله واتبع ما فيه نعم لأن كتاب الله واتبع ما فيه يقي من الفتنة ما يقي من الفتنة إلا العلم العلم الصحيح تعلم أيضا تعلم تعلم يكون على علم انتبهوا يقول تعلم كتاب الله سنة رسوله تعلم لا يكون إلا على علم ولا يمكن تعرف الشر والفتن إلا بالتعلم ما تتعلم على الجهال ولا على الكتب والمطالعات أو على الفضائيات أو على الأشرطة لابد تتصل بالعلماء وتجلس معهم وتسألهم هذا هو طريق العلم الصحيح نعم قلت يا رسول الله أبعد هذا الخير شر قال فتنة وشر قلت يا رسول الله قال فتنة يكون بعد هذا الخير فتنة وشر نعم قلت يا رسول الله أبعد هذا الشر خير قال يا حذيفة تعلم كتاب الله واتبع ما فيه ثلاث مرات نعم يحث على يحث حذيفة على تعلم كتاب الله لأنه لا من جاء من الفتن إذا حدثت لا من جاء منها إلا بكتاب الله عز وجل نعم قلت يا رسول الله أبعد هذا الشر خير قال هدنة على دخن وجماعة على أقد فيها أو فيهم نعم يكون بعد هذا الشر خير لكن ليس خالصا يكون خير لكن فيه دخل وفيه دخن يعني فيه شيء من الشر مخلوط نعم قلت يا رسول الله أبعد هذا الخير شر قال يا حذيفة تعلم كتاب الله عز وجل واتبع ما فيه ثلاث مرات شوف الحس على التعلم رسول يحف على التعلم من كتاب الله وسنة رسول الله داخلة في كتاب الله لأنه لا ينجي من الفتن إلا الاعتصام بكتاب الله عز وجل تعلم كتاب الله لا يكون عفوا لابد من تلقيه عن العلماء العالمين به نعم قلت يا رسول الله هل أبعد الخير شر قال فتنة عمياء صماء عليها دعاة على أبواب النار نعم نعم قال فتنة عمياء صماء عمياء ما فيها ما ما تبصر صم ما تسمع بمعنى أنها متغلغلة ما يردها راد ولا إذا حدثت الفتن صعب دفعها صعب دفعها لكن قبل أن تحدث فإنه يجتهد في إغلاقها ويبعاد الناس عنها نعم ولا إذا حدثت كثير من الناس يبون الفتن والعياذ كثير من الناس يبون الفتن ويعشقونها ويستمعون لأهلها فلا يفتح هذا الباب نعم قال فتنة عمياء صماء عليها دعاة على أبواب النار هي فتنة عمياء صماء وأيضا عليها دعاة يدعون لها ويرغبون فيها في حديث آخر دعاة على أبواب جهنم من طاعهم قذفوه فيها الفتنة ما هي تجي بنفسها فقط بل لها مروجون لها دعاة يروجونها ويزينونها للناس فتدخل أفكار كثيرا من المغرورين فهي في نفسها فتنة شديدة وأيضا لها حمل يدعون إليها فالخطر شديد خطر شديد ووقتنا هذا كما تعلمون الفتن ووسائل الشر الكثيرة ودعاة الضلال الذين يتون باسم الخير وباسم الدعوة إلى الله وباسم وباسم وهم كذبة فيخفى يجب الحذر منهم ويجب الانحياز إلى أهل العلم المتمسكين بكتاب الله وسنة رسوله العالمين بكتاب الله وسنة رسوله يجب الانحياز إليهم والانضمام لهم والاستماع لهم والحذر من هؤلاء الدعاة دعاة الضلال الفتنة لا يبتجه بنفسها فقط يجي معها ناس يروجونها ويدعون لها فيجب الحذر منهم ولا يجون ويقولون حنة دعاة فتنة وحنة لا يجون دعاة خير دعاة سنة ودعاة إلى الله وإلى آخره ولكن ما هم عليه باطل يروجون هذا على كثير من الناس يجب الحذر من هؤلاء نسأل الله العافية والسلامة يكفي هذا نعم بقي جملة في الحديث نعم قال فإن مت يا حذيفة وأنت عاض على جذل خير لك من أن تتبع أحدا منهم أي نعم يعني ماذا تفعل إذا جاء هؤلاء الدعاة هل تستسلم وتقول ما بيدي حيله ولا نعم ما بيدي حيله لكن ابتعد عنهم ابتعد عنهم لا تختلط بهم لا تستمع لهم ابتعد عنهم وانعزل ولو انتعض على أصل شجرة جذع حتى تدرك كامانيته عتز للفتن هذا فيه الاعتزال اعتزال الفتن وأهل وعدم الاختلاط لهم هذا الناس يقول ما علي أن أجلس معهم وانا ما عندي شر ولا عندي لكن نجلس معهم واستمع لهم وانا على ما أنا عليه نقول نعم أنت بلو على ما أنت بعليه لكن إذا جلست معهم ومعهم حجج شيطانية ومعهم يأشرون عليك إذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره وإما ينسي أنك الشيطان فلا تقعد مع القوم الظالمين من هو الله نهان عن الجلوس مع القوم الظالمين ومن أظلم الظالمين دعاة الفتنة لا تقعد معهم لا تستمع لهم لا تقول لنا عرف ولا يمكن خدعونا لا لا تزكي نفسك يا خي حزيفة بن اليمان على علمه وعلى فضله يقول له الرسول اعتزل تلك الفتن ولو أن تعظ على أصل شجرة لو ما عندك حلال ما عندك مال ولا عندك طعام ولا شراب لو تعظ على شجرة أحسن لك من أنك تجالس أهل الفتن وأهل الشر فرارا بدينك نعم أحسن الله إليكم مبارك فيكم يقول السائل نسمع كثيرا الطعن في الصحابة الجليل الخليفة الراشد عثمان بن عفان نسمع الطعن في الصحابة الجليل الراشد الخليفة عثمان بن عفان رضي الله عنه هو الشر ما انقطع ما انتهى بقتل عثمان الذين قتلوا عثمان لهم تلاميذ لهم اتباع ما يزالون يتوارثون هذه الفتنة والعياذ بالله نعم انتم سمعتم مقام خليفة رسول الله رضي الله عنه عمر عثمان بن عفان وفضله ومكانته في الإسلام عرفتم هذا فلا تسمع لمن يطعن فيه أو يتكلم فيه هم يطعنون في دينه يطعنون في عقيدته ابدا ما يمكن انما يطعنون في اشياء تافية لا تظر في الدين ولا تظر نعم هل الدعاء الذين على أبواب جهنم يكونون من المبتجعة في الإسلام ام من الكفار رسول صلى الله عليه وسلم سئل عنهم قيل صفهم لنا يا رسول الله قال هم من جلدتنا يعني من من قبيلتنا ومن جماعاتنا يكونوا من بلدنا ومن أسرتنا أيضا هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا عرب فصحا الله قال للمنافقين وإن يقولوا تسمع لقولهم لأنهمها الفصاحة والبلاغة فتنة والعياذ بالله نعم يقول السائل كيف نوفق بين اعتبار أن الولد فتنة من الفتن وأن الأنبياء والمرسلين قد كانوا يسألون الله أن يهبهم الولد نعم ذرية طيبة ما قالوا هاب لنا ولد سكت ربي هاب لي من لدنك ذرية طيبة يقول زكريا عليه السلام هو إبراهيم ماذا قال ربي هب لي ها ربي هب لي من الصالحين ربي اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي يدعو لذريتي ها طلبوا ذرية فقط طلبوا ذرية صالحين نعم يقول السائل ما هو أفضل شرحي لكتاب الإمام محمد بن عبد الوهاب حديث الفتن والحوادث لا أعلم له شرحا لكن هو مجموع من كتب السنة وكتب السنة مشروحة إذا رأيت رواه فلان رواه الترمذي راجع شروح الترمذي إذا رأيت رواه أبو داود راجع شروح أبي داود إذا رأيت رواه البخاري رواه مسلم راجع شروحها نعم يقول السائل هل المعاملات مما تدخل فيه البدعة باعتبارها من الأمور الدينية أو أنها من الأمور الدينوية يدخل فيها المحرمة المعاملات يدخل فيها التحريم لا يدخل فيها البدعة يدخل فيها التحريم هناك معاملات محرمة وخبيثة هناك معاملات مباحة وطيبة نعم فضيلة الشيخ ما القول في من قال في يمينه ورب الكعبة صحيح ورب الكعبة هو الله جل وعلا إنما المحذور أن يقول والكعبة أو حلفت بالكعبة هذا لا يجوز لأن الكعبة مخلوقة ولا يجوز الحلف بغير الله عز وجل أما إذا قال ورب الكعبة فهذا صحيح هل تعتبر القنوات الفضائية من الدعاء الذين يدعون على أبواب جهنم نعم هي من وسائل القناة الفضائية هذه مخترعات لكنها من وسائل إما أن تكون وسائل خير وإما أن تكون وسائل شر حسب ما تستعمل إذا استعملت في الخير صارت وسيلة للدعوة إلى الله وإن كانت استعملت في الشر صارت وسيلة شر أي حسب استعمالها نعم وإلا هي في حد ذاتها صناعة ومباحة نعم أحسن الله إليكم هل السلفية حزب من الأحزاب وهل يجوز الحزاب؟ هولئك حزب الشيطان نعم نعم أما أن تقول السلفية حزب تسكت؟ لا تقول السلفية حزب الله لأن الله سماهم حزب الله نعم أحسن الله إليكم كيف نعرف العالم الرباني في هذا الزمان؟ أقولنا الوقت صلى الله أحسن الله إليكم نعم نعم أحسن الله طيب أارك الله فيكم أحسن الله إليكم صلى الله وسلم أحسن الله إليكم 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 شكرا